ووظيفة الأحلام في أحد المقاطعات النمسوية ذكر موقع هويت النمسوي أنه في عام 2022 سيصبح التطعيم إلزاميا وتبحث مدينة لينز بالفعل عن موظفين يجب أن يتكلفوا بالعقوبات المفروضة على أولئك الذين لا يرغبون في التطعيم اعتبارا من الأول من فبراير سيتم متطلبات التطعيم في النمسا لكل شخص فوق سن الرابعة عشر عاما وذلك وفقا للحكومة الأسبوع الماضي أولئك الذين ما زالوا لا يريدون التطعيم سيواجهون غرامات شديدة تصل إلى 3600 يورو والحكومة تبحث الآن في مقاطعة الإنز يبحثون عن موظفين يجب عليهم التأكد من أولئك الذين لا يرغبون في التطعيم ويتعين عليهم دفع غراماتهم وعلى وجه التحديد يتضمن المهام التالية أعداد العقوبات ومعالجة الطعون وترتيب عمليات العقوبات الإدارية إذا لم يتم دفع الغرامات وسيتم دفع راتب شهري لا يقل عن 2774 يورو وهذا 14 مرة في السنة إذا كنت مهتما فيجب عليك إحضار ما يلي شهادة الدراسة الثانوية المكتملة المرونة الاستعداد لتقديم خدمات إضافية تفترض المدينة على ما يبدو أن هناك الكثير لتفعله ومطلوب أيضا شهادة جيتس باي الصالحة ويجب أن يكون لديك الجنسية النفسوية ويجب أن يكون هناك التعينة والمقابلات ومزيط من المعلومات هنا على هذا العرابي لن يشايدهو الأنمان ستملون مع مكتوب هنا ستملون بشهر من المدينة المدينة والمدينة المستمعاء ستملون مع عبدالك العملية والمستعبات ستغتبون بشهر من قبل المجتمع هنا يقولون إذا كنت تود أن تعمل في مركز مدينة لينز في قسم الضرائب والمخالفات وستكون سعيدا في العمل في هذا القسم فأنت في المكان الصحيح وهنا مكتوب أيضا إعافقاب أي المتطلبات منك أو الشيء المطلوب منك وستكون سعيدا في المتطلبات من أجل أشخاص الذين لا يؤدون دفع على طريق لأنهم لا يؤدون أخذ اللغاة أي المخالفات أفون، بأعبارة من أجل أشخاص الذين لا يؤدون دفع على طريق ويجب عليك أيضا أن تكتب أن ترى كيف أستطيع أن أقولها لكم الآن البدائل للمخالفات وأن تدرس بعض من التبريرات التي يقومون بإرسالها أما بالنسبة للأشياء التي يجب عليك أن تكون حاصلا عليها هي أبقى شلوسة ماتوغة أي شهادة ثانوية بلاستباكات أن المرونة بغاية شافت تسمير ديستلسطن أن تبقى لأوقات طويلة في العمل IT-كنتنسي هي معلومات عن الحسوب ويامس أوفيس جنو ستوقتورية وان سلبشتنية عباسي أن تكون واثقا بالعمل في هذا المجال بالطبع يجب عليك أن تكون بسحة جيدة وأن تكون قد أخذت أما أن أخذت اللقاح أن تكون أبدا في أي أقسام الشرطة أو أن تكون بأي عملية أي إدانة عليك أن تكون قد حصلت على الجنسية النمساوية أن تستطيع التحدث والكتابة باللغة الألمانية نعم والعديد من الأمور الأخرى ويمكنك مرسلتهم أو الاتصال بهم على رقمهم أما بالنسبة للنساء فإنهم يفضلون أو إنهم محببون بأن تأتي النساء وأن تعمل هنا في هذا المجال وليل أيضا بالطبع